سأكمل معكم الجدء التائي من المحاضرة السبعة وأنا بدأت الجدء الأولاني منها في ما يتعلق بالرقابة على المخزون من ناحية عرضي لإيهوى المخزون وتصنيفه حسب التصنيف الهيكلي لنظام الإنتاج والتشغيل وابتدينا نعرف إيه هي المتغيرات اللي بتأثر في تحديد هذا المخزون وعرفنا الرقابة على المخزون وإيه أسباب هذه الرقابة إيه أهمية الرقابة على المخزون ثم عرضت معكم مراحل أو دورة أو خطوات الرقابة على المخزون واللي ابتدت بوضع المستويات القيصية للمخزون والمخزون وبتنتهي بتطبيق الإجراء التضحيحي لمنع أي إنحرافات أو تجنبها في المستوي وزي ما قلت قبل كده ليكو المحاضرة دايما بنقسمها على مراتين أو ثلاثة عشان نسهل سرعة تحميلها على المنصة الإلكترونية في هذا الجزء المحاضرة السابعة هتكلم عن نماذج مرابة المخزون أنا عندي نماذج متعددة منها أول نموذج الأدامي دا اللي هو هرائب المخزون حسب أو وفقا لتحديد أولويات الاهتمام بعناصر المخزون بالنسبة لأولويات الاهتمام بعناصر المخزون أنا هشرح نموذج بالتفصيل اللي هو بيعتمد على معيار إجمالي قيمة الاستخدام السنوي لكن بعد معرض هذا النموذج هنلاقي فيه عدد من التصنيفات غير معيار إجمالي قيمة الاستخدام السنوي وفقا لهذه الطريقة من الرقابة المخزون فدي طريقة في عندي طريقة تانية اسمها وفقا لنظام يعني هرائب المخزون حسب نظام الطلب السادس وفي طريقة تالتة حسب نظام الطلب الدول وفي طريقة رابعة وفي طريقة رابعة حسب نظام تخطيط الاحتاجات من المواد والمهمات اللي بسميه MRB هبتجي معاكم النموذج الأول فيه مرابط المخزون وهو اللي بيتعلق بتحديد اولويات الاهتمام بعناقل المخزون باستخدام معيار إجمالي قيمة الاستخدام السنوي ووفقا لهذا المعيار اللي هو إجمالي قيمة الاتخدام السنوي بطلق عليه نموذج باريتون في الرقابع المخزون لأن هذا الشخص هو اللي حطلنا هذا النموذج وإداريا بسميه النموذج الإداري الثلاثي أو نموذج التحليل الثلاثي A B C أو ألف B G يبقى إذن النموذج الخاص بالثالث في الرقابع المخزون أو نموذج التحليل الإداري الثلاثي A B C هو النموذج اللي هيرائب على المخزون في دوق تحديد أولويات الاهتمام بعناصر المخزون اعتمادا على معيار إجمالي قيمة الاستخدام السنوي لطنس أو مجموعة أطنس المدخل ده أو باريتو هذا العالم بيقول إيه؟ واهتم بإيه؟ وركز على إيه؟ هذا العالم وفقا لهذا النموذج أو المدخل في الرقابة بيقول إن درجة الرقابة على المخزون يعني نسبة الرقابة 80% 90% 50% درجة الرقابة على المخزون لازم يربطها بإجمال حجم الأموال أو إجمال الفلوس اللي أنا فقطها يعني الاستثمارات اللي أنا دفعتها في عنصر معين من عناصر مخزون أو مجموعة عناصر مرتبطة بتستخدمها حسب إجمالي قيمة الأموال فيها حسب إجمالي قيمة الاستثمار فيها هتمثل إجمالي قيمة الاستخدام من هذا العنصر وبالتالي قال هذا العنصر اللي حجم أمواله كذا واستثماراته كذا بتمثل قيم استخدام ثانوية لهذا العنصر أو مجموعة عناصر النصر ده بالنسبة للمدخل أو وجهة نظر العالم الإداري باريتو في الرقابة على المخزون باريتو استخدم اسلوب إداري تحليني وهو بيرائب على المخزون وفقا لنموذب التحليل السبا قال إيه؟ قال لازم نهتم بالأصناف اللي أهميتها عالية وهو بقى هنا وزن الأهمية وبرد الأهمية وقال الأهمية العالية في الأصناف اللي قيمة الاستخدام الثانوي منها عالية جداً لو أرقار المائة ببقى العنصر يعني لو أصناف قيم استخدامها 80% ده أصناف قيم استخدامها عالية وده لازم يركز عليها الأول في الرقابة مش هو ما قالش أنه هو هيعمل الأصناف الثانية لكن الأكبر نسبة وأكبر تركيز في الرقابة هتبقى للأصناف اللي قيم استخدامها عالية أول وبالتالي الفلوس الموجودة فيها والمنفقة فيها والمستثمرة فيها عالية أول فقيمة استخدامها عالية لو قرنت بغيرها من الأصناف لكي أطلق على النموذج الرقابة ABC ايه؟ ده مجموعة أو قسم B مجموعة تانية أو قسم تانية C مجموعة ثالثة أو قسم تانية إما هو ثلثلهم ABC يوني أن المجموعة A ستبقى فيها أكبر قيم للاستخدام الثانية المجموعة الثانية ستبقى فيها قيم استخدام لكن أقل من الأول الثالثة ستبقى فيها أقل قيم استخدام لكي تسمى التحليل الثلاثي ABC أو قلب B وهذا النموذج غالباً إما بنيجي نستخدمه بنستخدمه في حالات المخزون المستمد يعني النموذج الرقابي الخاف بالتحليل الأداري الثلاثي وفقاً لمعيار إجمال قيمة الاستخدام السنة للصنف أو مجموعة الأصنف بيستخدم في حالات المخزون المستمد النموذج النموذج لا في عدد كبير من المشروعات الصناعية نسبة كبيرة من المشروعات الصناعية أن 20% تقريباً لا بالتحديد تقريباً تقريباً من عناصر المخزون من أصناف المخزون بستخدم فيها بستهلك فيها بستثمر فيها الأموال الأموال القيم تقريباً أكثر من 80% من أجمال الأموال المنطقة من أجمال من أجمال قيمة الاستخدام الثاني الأصناف لما 20% تستخوض على نسبة كبيرة جداً من الفلوس المتصمرة ومتقرة يعني من أجمال قيمة الاستخدام الثاني تستخوض على 80% عشان كده قال له ده لابن أوجه للمجموعة دي أكثر من 80% من اللي هنفقها عن نظام الرقاب وهي دي أولاً أنها تترائب عن أي مجموعة تان أكبر نسبة انفق عن نظام الرقابي لازم تكون للمجموعة اللي هي 20% لأن الفلوس اللي فيها ما بتقلش عن 80% من فلوس المنظم ودي بتأثر على أهداف المنظمة وكمان هتأثر على نشاط المنظمة ومركاة ثانية وبالتالي هوجب لها أكبر نسبة من الأنفاق اللي بتخص النظام الرقابي دي الـ 20% بات من العناط 20% بات من العناط هوجب لها محظم ما ينفق عن نظام الرقابي من واجم من مين ووق وجه ثالث قالوا لقيت في الظهرة بتاعته لقى إيه؟ لقى إن 80% من عناصر المخزون 80% من عناصر المخزون يعني أنا وعندي 100 صنص 80 صنص منهم؟ آه قال إن 80% دول من عناصر المخزون نسبة الأموال اللي فيها المنفق فيها الاستثمار اللي فيها قيمة الاستخدام اللي فيها في الأمر ما بتزدش عن 20% من الثلاث وبالتالي أنا مش هوجه لها أكتر من كده من اللي هنفقه على النظام الرقابي فهو الجهله بقى من أموال الرقابة أو من أموال النظام الرقابي جهداً ووقتاً وفلوس 24% دول 80 صنص قيمتهم كلهم مزيتش عن 80% ما بزيتش عن 20% 8% من الأصمار لأن تميم صنص من 100 قيم اللي فيهم الإثمار اللي فيهم ما بزيتش عن 20% من التمارات المنظمة إذن أنا مش هوجه لها أكتر من 20% من المنفق على نظام الرقابة مالاً ووقتاً وجهداً خلاص وعشان كده رح قال إيه فاريتو قاله عشان كده بقى لو ركزنا على عدد قليل وإحنا بنرائب على المخزون اللي عدد القليل ده من عناصر المخزون اللي بيمثلولي قيم عالية قوي هقدر أحقق ضرب عالية جداً من الرقابة ما حسب الظهارة اللي شافها هو شاف كده هو شاف إن يعيشين صنف تقريباً بيستحوزوا على 80% من فلوز فخلاص بقى قال عشان كده بقى إحنا لازم نركض في الرقابة على هذا العدد القليل يحقق لي درجة حالية جداً من رقابة وإحنا لسه عارضين التوازن في الأهداف في الرقابة وعارضين أهمية أهداف الرقابة على المخزون فده يحقق لي بقى درجة عالية من الرقابة ويحقق أهداف الرقابة وقال في نفس الوقت أنا مش ههم العناصر التانية أنا هرعيها أنا هرعي العناصر التانية بس هرعيها بدرجات وأنا برقب عليها وأنا بنصق في نظم الرقاب عليها هرعيها بدرجات حسب أهمية وعشان كده أطلق على النموذة الرقابة ده اسمه فسمى النموذة هذا وهذا الرقابة سمى نموذة باريتو في الرقابة على المخزون حسب الكلام اللي قلناه مع بعض دلوقتي حسب ما رأى باريتو من ظاهرة حسب ما احنا قلنا هنقسم المنفق على نظام الرقابة حسب قيم استخدام الأطناف باريتو قال بقى فدوق ده احنا نقسم المخزون لثلاث تصنيفه ثلاثة سيكشن ثلاثة كلاسيفيكيشن ثلاثة وأساس تصنيفه هيبقى قيمة الاستخدام السنوي وده هيعبر عن الأهمية النسبية لكل قسط من أقسام المخزون بتاعه نبتغي بالقسم الأول القسم الأول أطلق عليه القسم إيه أو احنا بنسميه القسم أل هذا القسم أل عناصر المخزون الموجودة في هذا القسم بتتروح ما بين 10% لـ 20% من إجمال عناصر المخزون الموجودة في مخازن المنظمة يعني القسم ده مجموعة العناصر بتاع المخزون عناصر أصناف المخزون اللي فيه بتبقى نسبتها بين 10% لـ 20% من كل العناصر لكن وجد إيه؟ القيم الاستخدام السنوي يعني الفلوس المستثمرة فيها يعني الأموال المستخدمة فيها بتتراوح ما بينه شوف الرقم بقى 60% لـ 80% من فلوس المنظمة من استثمارات المنظمة يه ياه 10 أصناف لـ 20% باستخدم فيهم فلوس في المنظمة ما بين 60% لـ 80% اه وبانت ممكن تلاقي مسة صغيرة قد كده تمثل 69% من فلوس المنظمة ممتلس حد اه ممكن تلاقي قطعة تغيير او حاجة لحط انتاج تغيير جدا تمثل 75% من الفلسة حطة هايو قال لك ايوة بقى الاصناف دي هي اللي هركز عليها وانا برائد لان لو انا اهملت في الرقابة عليها هتمثل استثمارات ضائعة خطيرة للمنظمة وعشان كده هوجه لها اكبر اكبر نسبة من اموال نظام الرقابة واكبر وقت واكبر اهتمام يعني نسبة انفق في نظام الرقابة ووقت نظام الرقابة وجهد نظام الرقابة هتتوجه باعل نسبة لهذا الايه القط اللي هو قسم ايه الف اللي هو قسم ايه وعشان كده هنعمله رقابة دقيقة جدا مشددة جدا مستمرة لان قيمة المنفق على الاصنف دي عالي ايه وبالتالي قيمة المنفق على الرقابة على هذا القسم هتبقى عالي وطبيعة لازم نستنتج ان هذه الاصنف هتبقى اطعارها مرتفعة هتبقى قيمتها في الانتاج عاليه اي نقص الصنف منها في الانتاج ممكن يوقف الانتاج تماما لا دي لازم نستمي بها جدا ده بالنسبة للقسم ألف ده أهم قسم عشان تقضي القسم ألف هيمثل الأهمية النسبية الأولى في الرقابة على النهض بركز تاني القسم ألف أو ايه بارتو بيسميه ابي سين احنا بقول ألف بيجيب القسم ايه بيمثل الأهمية النسبية الأولى لأطناع في عناصر النهضون اللي يجب أن أرأي بها واتبعها القسم التاني القسم التاني هيبقى القسم به أو بسميه تجاوزا به القسم به يلي يلي يعني اللي بعد ألف ألف في أهميته النسبية ليه هو مدرس احنا قلنا عدد ضخم جدا من الشركات الصناعية وجد أن نسبة عناصر هذا القسم نسبة الأطناف المخزونة اللي حطاها في هذا القسم بتتراوح تتراوح ما بين إيه 15% ل30% من أطناف المخزون مش عايزك تاخد في زينك وأنا بعرض أن دي نسبة مطلقة وتوجد النهاردة في كل المشروعات لا ده نسبة كانت في الوقت ده هو اللي طابع بها من الدراس لكن ممكن النسبة بعد كده تختلف كرقم لكن كاتجاه واحدة يعني في القسم الأولاني ألف بنقول من 10 إلى 20% احنا ممكن نلاقي في شركتنا النهاردة اللي أهم مثلا من 15% واللقاء الصناعية بحدوده بتاخد 90% من الفلوس ممكن جدا اليمنى نلاقي القسم الثاني مثلا هو اللي يدور ما بين 20% ل30% الأرقام ليست مطلقة لكن دي النسب اللي كانت وقت معط النموذج وعمل الدراسة لكن الاتجاه العام لهذا النموذج صح في كل المنظمات أقل كمية واخد أكبر فلوس وبالتالي أكبر رقاط يليها قسم بيه هو في أيام درسه وحصلنا النموذج وحصلنا نظرية باريته لقاها بدور حوالين من 15% ل30% من أصناف المصر وعشان كده وضعت كمان شيء غريب أن الفلوس المستثمرة فيها أو قيمة الاستخدام فيها أو الاستثمار اللي فيها بتتراوح تقريبا أرام النفس النزل من 15% من 15% من 15% من إجمالي قيمة الاستخدام الثانوي المخزون يعني نسبة الأسلام 15% ونسبة الفلوس من 15% تقريبا تقريبا بالدور من إجمالي قيمة الاستخدام الثانوي وعشان كده قال أنا بوجه لها مرحلة تانية من الرقابة بعد قسم ألف يعني قسم ألف ياخد الاهتمام الأول في الرقابة يليه قسم ب درجة أقل منه مالا وجهدا ووقتا وهرقبه بدقة والأصناف دية الأصناف الموجودة في هذا القسم ده أصناف أساسية للإنتاج يجب أن يقل الحجم منه عن حاجة جهات الاستخدام أصعارها غالبا بتكون معتدلة ما يجب ش يبقى فيها مخزون إلا حتب نظام الشرق القسم الثالث أطلق عليه القسم ثين أو إحنا إما بنعرض بنقول القسم جين القسم ده فيه باقي عناصر المخزون باقي عناصر المخزون يعني لو القسم الأولاني فيه من 10 إلى 20 في المية والتاني فيه من 15 إلى 30 في المية القسم ده إما درس لأ إن عناصر المخزون بتاعة آخر مجموعة هتم بيعة جوه المنظمة بيتراوح هذه النفق بتاعة أصناف المخزون للإجمال ما بين 50 لـ 70 في المية يعني عندي من 50 لـ 70 طنف من 100 قيمة الفلوس المستخدمة فيها قيمة الاستثمار فيها إجمال قيمة الاستخدام السنو فيها من الاستخدام يقول لي أولي الأول إزاي أولي الفلوس المستثمرة فيها اللي بتنصر قيمة الاستخدام لا تتجاوض ما بين 5 لـ 10 في المية ياه ده فرق البي يعني المجموعة الاولينية من 10 لـ 20 صنف الفلوس اللي فيهم من 60 لـ 80 في المية والمجموعة التالتة اللي هي جين أصنفها كتير جدا من 50 لـ 70 في المية من أفر يعني نص المخزون لـ 70 في المية لتلقي الفلوس المستخدمة فيها لا تتعدى ما بين 5 في المية لـ 10 في المية من إجمال الأموال المستثمر وعشان كده هوجه للقسم ده أقل نسبة من أموال وجود ووقت نظام الرقاب لأن الصنف دي أصب كتير كون صنف من هنا هينقص مش هي نقص مش هي أثر على استمرار العملية إنتاجية لأن هقدر جيبه بسرعة من أي مصدر توريد محلي وقيمته منخافضة ومش هيمثل مشكلة للإنتاج وبالتالي نعص صنف أقدر أغطيه بسرعة لأن الصنف هنا كتير أوي وقيمها منخافضة أوي قيم استخدامها ما بين 5 إلى 10 في المية زي ما قلت من دقائق إن النسب الموجودة في نموذج باريتون في الرقابة على المخزون ليست مطلقة دي نسب بتختلف من وقت الوقت ومن صنف ومن شركة لشركة وحسب ظروف البيئة الشرائية وحسب النهاردة المتغيرات العالمية اللي بتأثر علينا ده احنا عرضنا في أول لقاء مع بعض إيه هي المتغيرات العالمية المتعلقة ببيئة الشقرة وبتأثر عليه وهي التحديات العالمية اللي هتأثر فيه وبالتالي احنا قلنا اللي باشتريه بخزنه للاستخدام فالموجود في المخزن ده يتأثر بكل المتغيرات والعمل اللي احنا قلناها وبالتالي نسب هذا النموذج هتتوقف على الظروف المتعلقة بكل منظمة بطبيعة نشاطها بالحقبة الزمنية اللي هي فيها بمتغيرات البيئة الشرائية بطبيعة مصادر التوريط بمتغيرات النظام العالمي الجديد بالتقنية والتكنولوج والتطوير والتحديث والإبداع والتغيير كل ما يحدث في الظروف العالمية اللي اضمت انت لو ركزت معايا في النموذج بأقسام التلاتة الله القسم الأول بيحتل في أصنافه ما بين إيه لا الله الأصناف من عشر لعشرين طب أنا عيدة أعبر عن هذا بشكل بياني أو رسمي كده عشان أرقبه وتابعه طب واستخدامه ومن ستين لتمانين طب هتبعهم ازاي هتبع عشرة ولا 11 طن ولا 15 في المية وأصناف ولا 16 في المية ولا 17 ولا 18 ولا 20 هتبع ايه من الأصناف دي اللي هي بين عشر وعشر طب هم تبع الفلوس هتبع 60 في المية ولا 65 ولا 75 ولا 75 في المية لغاية ماوصل لـ 200 نفس الكلام في قسم به برد هتبع ايه من الأصناف هتبع 15 ولا 20 في المية ولا 25 في المية ولا 30 في المية وفلوسهم نفس الكلام فقسم سيّ هي نفس كان Fish coal ماسقل للناس الأصناف هتبع من 50 ل 75 هتبع 50 ولا 55 ولا 60 في المية وال 65 في المية ولا 70 في المية وهكذا في الاموال الاموال من 5 إلى 10 في المية دا هتبقى متقيقة قوية عشان اتبعها هتبقى خمسة ولا ستة ولا سابعة ولا تبانية ولا تسسة لغاية موصل لعشرة ملعا لهذا الكلام وعشان ما اقول اتبع ايه والرقبة بتبقى ايه ونسبة ايه احنا هنطبق على هذا النموذج اسلوب احصائي بسيط اسمه الوسط الحساب عشان نبين اقسام عناصر الاصناف اللي انا هرأي بها واجمالي قيم الاستخدام السنوي لهذه الاصناف ونعبر عنها في جدوة البسيط فهستخدم الوسط الحسابي باسلوب رياضي وده بنسميه لو جالك في البابلشيت choose right answer او جبنا سؤال تحييني حتى بشكل الامتحان لغاية لوقتي مش عارفين الترجمة الرياضية لنموذج باريتو هتبقى باستخدام الوسط الحسابي يعني هنعمل حساب للوسط الحسابي لنطب الاصناف ونعمل حساب الوسط الحسابي لكل قسم من اقسام مخزوم باريتو في اجمالي القيم الاستخدام السنوي يبقى عندي عمود للاقسام وعمود لنسب الاستخدام وعمود لنسب الاصناف ونوضحها مع بعض دلوقتي الوسط الحسابي لأي شيء عبارة عن مجموع العناصر على العدد عايزة جيب الوسط الحسابي لنسب اصناف الاقسام وجيب الوسط الحسابي لنسب اجمالي قيمة الاستخدام السنوي لهذه الاقسام نبتجي العمود الاولاني العمود الاولاني عبارة عن ايه الاقسام اللي قالها فن قال القسم الاولاني هسميه الف اجي الف قدام او ايه القسم الاولاني ده بيمثل ايه الاهمية النسبية الاولى لعناصر مخزوم قوي فبالقسم التاني سمى ايه سمى بيه القسم التاني قال عليه ايه يالي القسم الاول في الاهمية النسبية طب القسم التاني سمى ايه سمى سين وهو بيمثل اقل اهمية نسبية في الاقسام كلها ما قالش ما باهتمش بيه ما قالش مش رائب عليه ما قالش ما لهوش اهمية نسبية ما حدش قال كده ابدا هو قال اقل اهمية نسبية من منفق على نشاط الرقابة يبقى إذا العمود الأول بيمثل قدامي المجموعات A, B, C اللي هي الأقسام اللي حددها العالم ثلاثة في نموذج التحليل الإداري الثلاثي في الرقابة على المخزون باستخدام معيار إجمالي قيمة الاستخدام أكثر طب عايزين نترجمه رياضي عايزين نترجمه إحصائيا باستخدام الوسط الحتابي القسم الأولاني هنجيب الوسط الحتابي بتاعي أصنافه كانت إيه؟ كانت من كم لكم؟ من عشرة لعشرين في المنته هو قال كتب من عشرة لعشرين في المنته هم كم واحد؟ عشرة أجل واحد وعشرين واحد الثانية يبقوا اثنين يعني رقمين يبقى نجيب الوسط الحتابي مجموحهم على العدد هم رقمين عددهم اثنين يبقى عشرة زائد عشرين على اثنين تلاتين على اثنين يديه خمستاشر في المنته ده يعني إيه؟ يعني إن القسم الأول اللي هو قسم إيه؟ اللي الدهول نتارطه وتكلم عنه في المتوسط بيمثل خمستاشر في المنته من نتب أثناء في المخزون الموجودة في المنظم تب نمسق القسم بيم نخلص العمود ده كل القسم بيم النتب أثناء في إيه؟ بل بتتراوح ما بين خمستاشر لثلاثين في المنته خمستاشر لثلاثين في المنته خمستاشر ده رقم وثلاثين رقم يبقى رقمين؟ يبقى تموم على اثنين يبقى خمستاشر زائد ثلاثين على اثنين يديني اثنين وعشرين ونصف في المنته معنى ده إيه؟ معناها إن نتب نتب عناصر المخزون الخاصة بقسم بيم في نموذج فاريتو بتمثل اثنين وعشرين ونصف في المنته من أصناف مخزون المنظم ده معناها كده طب القسم الأخير القسم سين قال الباقي كله كان كام؟ كان ما بين خمسين لخمسة وسبعين في المنته طب نجيب الوسط الحسابي بتاعها خمسين زائد خمسة وسبعين في المنته على اثنين الناتج هيبقى اثنين وستين ونصف في المنته ده يعني ايه؟ يعني إن نسب عناصر المخزون الخاصة بقسم سين بتاعة النموذج القداري الثلاثي باريتو بتمثل اثنين وستين ونصف في المنته كده خلصنا العمود التالي عمود الاقسام او المجموعات وعمود الوسط الحسابي لنسب عناصر المخزون بقلنا ايه؟ بقلنا عمود اجمالي وقيمة الاستخدام الثانوي في القسم ايه؟ اجمالي قيمة الاستخدام الثانوي للعناصر والاصناص دي كانت قد ايه؟ اللي هما كانوا من عشر عشر في المنته كانوا ما بين ستين لتمانين في المنته نفس الوسط الحسابي عن جيب يبقى ستين زائد تمانين وهما رقمين يبقى على اثنين ده وسط حسابي في المنته ستين زائد تمانين على اثنين الناتج تبعين في المنته معنى كده من القسم الفلوس الموجودة في اصنافه اللي لسه مطلعينها دلوقتي ويتمثل 15% من اصناف المخزون القسم ده الفلوس المستثمرة في ال 15% دول تبعين في المنته ياه يعني 15% من الاصناف مستحوذة على تبعين في المنته من فلوس المنظم قيمة الاستخدام الثانوي بيها كده؟ طب القسم ده؟ نجيب قيمة الاستخدام الثانوي بتاعه؟ اه وقال لي بتتراوح ما بين 15% ل 30% يبقى 15% زائد 30 على 2% يعني 22.5% دول تقريبا متوزين يعني 22.5% من الاصناف بتاخد فلوس تقريبا زيها 22.5% من الاتخدام الثانوي يعني متوسطة يعني متوسطة طب القسم الاخير القسم الاخير القسم الاخير قال ان في مثل في قليلة جدا بتتراوح ما بين 15% ل 10% طب نجيب بواسطها الحسابي خمسة خمسة زائد عشرة على 2% ادتني 7.5% شايفين القسم السين الموقف بتاعه ايه؟ القسم يسيه 62.5% من الاصناف الموجودة في الماء عارش 62.5% يعني ايه؟ يعني ثلاثين الأصناف اللي في الماء ثلاثين أصناف الماء في التقريب يعني 62.5% من الاصناف بصرف فيها قد ايه؟ فلوسها قد ايه؟ لا تتجاوز 7.5% من فلوس المنظم ياه يعني كل الكمية دي فلوس دئيلة جدا بتحطها اه؟ عشان كده كاريتو قال اكبر نسبة رقابة على المخزون مالا وجهدا وقتا هتبقى للقسم الاولاني وده وقتها طبيعي ده وقتها طبيعي ده القسم الاولاني بياخد من فلوس 70% القسم الأخير ما بياخدش مني طبعا نصف الماء طب ايه ارائب عليه؟ اكتر اصنافه غالية وديها قيام عالية فلازم ارائب عليه بدقة وحارف نشديد جدا طب نترجم الكلام بتاعه الوسط للشساد في جدول كده عشان نقدر نحبر عليه بياني يعني نترجمه كده في جدول قدامنا عشان اقدر اعمل الرسم البياني بتاعه واقدر اعمل كير كير بسميه اجمالي قيمة الاستخدام السنوات نعمل جدول الجدول فيه ثلاث اعمدها العمود الاولاني الاقسام ماهان عندي الف وبي وجي او ايه بي خي فهي سلسل الاقسام تحت بعض قسم الف يليه قسم بي يليه قسم سي خلاص الاقسام طيب نحط في العمود التاني نتب الاصناف نتب الاصناف بدعة المخزون نتب اصناف المخزون نتب اصناف مخزون قسم ايه طلعناه قسم بي خمسة ايه بقى بخمسة اشار سجلناه وبالوسط الحسابي ايه نتب اصناف قسم بيه حسبناها اتنين وعشرين ونصف الميه نكتبه كتبناها نين وعشرين ونصف الميه طيب قسم سيه حسبناه طلع اصنافها اتنين وستين ونصف الميه عشان تتأكد من دقة هذا النموذج اجمع كده انت اجمع لوحد اجمع النسب اللي حطاه الاي بي سي وطبقنا عليها الوسط الحسابي شوفها تطلع كم في الميه لو جبت المجموع بتاعها هتلاقيها ميه في الميه الراجل ده صح صح بنجمة ميه في الميه النسب اللي حطها اما طبقنا عليها الوسط الحسابي بارته بالنموذج بتاعه ثلاثة يعني في وقته ممكن يعممه على كل المنظمات في وقت بارته اما عمل النموذج لكن النهاردة ما اقولش الوقت من زمان زي وقت النهاردة فيه متغيرات كتيرة حصلة لا ممكن نغير وعشان كتا احنا بالنجل منظمات يا منظمات بلاش تشتغلي عشوائي وبلاش تشتغلي بالخبرة وبلاش تشتغلي بمزاجك وبفاية بقى اكتهادات شخصية وحكم شخصي وكلام فارغ وكل واحد يقول انا عارم وعمل فيها ابو عالي ومفاهم ما بيفهمش عاجة هو لو ياخد النموذج دي ويطبقها هيبقى فيه دقة متناهية واستثمار امثل لكل شيء مش يبقى عندنا ويسط لكن اللامبالاو كل واحد شعري راسه ويشتغل بمخه وبتجربة جد 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 هو ده اللي مضيع الدول لا احنا نعرف العلم وفوق كل دي علم نعلم ربنا قال لنا هل يتكون الذين يعلمون والذين لا يعلمون والله يمشي يتكون اللي عارف مثل اللي مش عارف لازم تتعلموا علشان اما تطلعوا الواقع العملي انتو بكالوريوت انتو تطلعوا الواقع العملي والواقع العمل بلجيستيات مهم جدا تطبق الكلام ده لكن نقود نقول لعلم حاجة والتطبيق العملي حاجة لا اللي ضيعنا ان انتو بعيد عن العلم طبقوا العلم وقل ربي زدني علما طبق العلم ما هو ربنا خلانا نعراضه ولا يحيتون بشيء من علمه الا بمشاء طب مشاء ان احنا نعرف انتو بقى اللي مش عايدين تعرفوا ده موضوع تاني اللي عايز يعرف هيكسب ويكسب الحياة اللي عملي هو كده نرجع للنموذة التانية النموذة التانية يحب نسب الاستخدام العمود التالت نسب الاستخدام بتقول ايه سبعين في المائة في ايه ويه اتنين وعشرين ونصف في المائة في بين ويه طبع ونصف في المائة في بين تبجمع بقى الاتخدام السنى شوف الراجل ده شغله صحة او مش صحة لو جمعت قيم الاتخدام السنى والنماذج للأقسام الثلاثة اللي حتىها بلده هتلاقي في الأخد ثونية في المائة ده الراجل ده كان واثق من نفسه مية في المائة وقت ما حط النموذة يعني فيه نات من نص قارن او اكثر تطبق نماذج دقيقة واحنا النهاردة بنتفرج عليها على انها كلام نظري يبقى لا ايه فينا احنا بقى لا ايه فينا مش في حاجة تانية احنا مش عايزين نتعلم بنشتغل بمذاجنا بعشوائيتنا وده غضب مش صحة بقى اما يبقى فيه حاجة ربنا ادهلنا وعلمهلنا كده وناس واثرونا كده واحنا نشغل بمذاجنا ده لا يمكن قبوله على الاطلاع فالشغل في المجال ده يحاول يطبق الكلام اعمال بندرس ليه نرجع تاني هحاول امثل هذا الجدول بياني بياني انا هعمل محوري محور رأسي ومحور أفضل المحور الرأسي هيبقى قيم الاستخدام الفلوس الفلوس قيم الاستخدام المحور الأفقي هيبقى النسب عناصر المخصوص امثل قسم الاولاني قسم الاولاني القسم الاولاني على المحور الأفقي نسبته كام بص الجدول بص قدام عينك في الجدول بياخد 15% اجي عند 15% احط نقطة وبين بص على المحور الرأسي بياخد كم الفلوس بص في العمود التالت بياخد كم الفلوس بص على المحور الرأسي وبص على العمود التالت في الجدول العمود التالت بياخد كم فلما؟ 70% حط عليها نقطة ووصل الاتنين دول ببعض هيبقى عندك مربعه ووصلهم على المحور الأفقي 15% على المحور الرأسي بتاع الفلوس والاستخدام والانفاع والاستثمار تباين طلع مربع سمي ايه؟ تعال بقى يمين هذا المربع اللي هو القسم ايه؟ تعال يمين امشي مين عايزين نكمل البقية الأقسام القسم الثاني كام؟ نسبته كام؟ 22.5% احسب من اول 15 وعليها 22.5% وهاقولها للمرة التانية انا القسم ألف وقف عنده 15 عنده 15 يا ابني عنده 15% المحور القفغة 15% ما تقوليش بقى جات من ايه؟ ما احنا عايزين نحسب قسم بيه جنبية امشي منك قسم بيه جنبية هتخلش ايه؟ هتحسب على الـ 15.22% ونصف لان قسم بيه نسبة أصنافه 22.5% من 15 وحط عليهم 22.5% تبقى هتوصل ليه يا بني 37.5% بتعرف تجمع ايه جمع 15 وحط عليهم القسم بي اتزاق كده لاحية تليمين شوية يبقى 15 و 22.5% 37% ونص نحط البوينت عند 37.5% خلاص هنا بدايت البيض طب والفلوس الفلوس على ايه دي؟ الشمال على المحور الرائصي انت كنت خد تكمل كلوس جيبك في 100 جنيه خدت منهم يا ابن سبعين بقى منهم كام؟ 30! خد منهم يا حبيبي 22.5% خد منهم 22.5% ما انت خلصت السبعين في القسم 1 جيبك في مية خلصت السبعين في قسم 1 بقى في ايف جيبك بقى ثلاثين خد منهم 22.5% اطلع فوق يبقى سبعين وهتصرف عليهم 22.5% هتوصل ل ايه حبيبي هتوصل ل ايه؟ سبعين و 22.5% يبقى 92.5% كده الفلوسة اللي بيجيبك قرب التخل خدت سبعين للقسم ايه؟ وهتاخد 22.5% للقسم بيه؟ جيبك في 100 جنيه خدت منهم سبعين للقسم ايه؟ وبعد ذلك خدت 22.5 جنيه للقسم بيه سبعين و 22.5% هتصرفهم ده للبيه وصلت ل 92.5% خدت الاول 70 وبقى خدت 22.5% بقى كم في جيبك يا بابا؟ سبعون يبقى احنا الغيب دلوقتي عندنا قسم ايه؟ وقسم بيه قسم ايه قدامي اوه؟ وقسم بيه وصل في عناصر المخزون الى 37.5% ووصل للفلوس اللي انا طرفته ل 92.5% بص بقى الباقي المخزون بالله عليك انا عايزك انت تحسب باقي المخزون احسب باقي يا حبيبي من 37.5% الى 100% احسبها من غير ما نبص في جدوى الباريتو عشان نشوف الرجل ده دقيق بنسبة 100% ولا لا بص كده الكمية اللي عندك بص احسب انت وصلت لنسب المخزون 37.5% اوصل كده لغاية 100% مية في المية ناقص 37.5% الكمية دي قد ايه؟ 62.5% بص كده بجدوى الباريتو ينهار بيض ده احنا بصنا لنسبه وطبقنا عليه اسلوب رياضي واحصائي ووسط حسابي وطلق تمام الكمال 62.5% شايف شغل الناس؟ شايف شغل العلماء زمان؟ ادي الشغل من 37.5% الى 100% لو بصيت في الجدوى اللي عملت الباريتو قال لي انه نتب القسم فيه 62.5% وانا بحسب دلوقت ده الراجل ده 100% ناس بتفكر وبتشتغل صح طب نبص الباقي الفلوس ايه باقي الفلوس اللي تجيبك؟ ايه باقي الفلوس اللي تجيبك؟ وبعد كده 22.5% لقسم بيت باقي كم في جيبك؟ 72.5% 92.5% باقي كم من المية؟ 100-92.5% 7.5% بص كده اللي جدوى الباريتو شوف بيقول ايه في الفلوس اللي في المجموعة دي؟ بص بيقول ايه في الفلوس؟ 7.5% يا خبرة بيض يعني انا الواحدة بطلع النسب بعد ما عملت القسمين دول لقيت نسب الاصناق 62.5% والفلوس اللي تطرفت 7.5% وما حسبت الرياضي الباريتو لقيتهم كده؟ ايوه وده يدل على برهان دقة هندسيا وبيانيا ورياضيا برهان دقة نظريته نستخدمها دلوقتي لا نستخدمها بس حسب ظروف العاط بعد خمسين سنة ولا ثلاثين سنة دي خمسين سنة فاتت؟ لا طبعا لكن اتجاه العام وناسب وخطة الاعتبار مش نفس النسب لكن نفس الفكر والنظرية هو اللي خطة بعين الاعتبار مش هقول عشرين ولا ستين لا لكن الاتجاه العام اركز نفس الفكرة ونفس الظاهرة ونفس الاتجاه عشان ننجح مش هبصها في المخزن قطع اتغيار المكنة او آلة تساوي مليون جنيه وهم بيدوروا عليها ومش رقيينها وبعدين نجي نعمل سيرفيه في المخزن ان لقاها ماركونة في ركن ورحوا يشتروا من بره ومش رقيين وبعد كده اللي اهتة قدمت وترمت بملايين الجنيهات ما احنا لو عندنا رقبة دقيقة ما كانتش الفلوس تقدر او اتضيع كده ويا ما هقص على كده آلاف المخاز غلط هذا غلط هخرج بنتيجة هخرج بنتيجة دلوقتي حسب النظام ده القسم ايه هوجه له درجة عالية جدا من الرقابة يعني رقابة دقيقة مشددة ليه؟ لان الفلوس اللي بنفقها في هذا القسم يعني الاموال اللي بنفقها في هذا القسم اموال كتيرة جدا مع ان عناصرها قليلة واحنا حددنا في جدول دلوقتي العناصر سواء للاموال او لأطناف المخصن بعد كده هوجه المستوى التاني من الرقابة للمجموعة او قسم بي والمجموعة التالت هتبقى اقل نسبة رقابة وانا هرقي بالتلاتة ليه؟ مش عايز اقع في مشكلة نفاذ المخزون نفاذ المخزون هيبقى خطورة غير عادية هيتوقف الانتاج هتتعطل العملية الانتاجية الطاقة هتبقى عاطمة هدخل بقى في مشاكل نفاذ ومشاكل لا مشاكل النفاذ انا في غينا عنها وعشان كده ما نجي نشح حريطة المستوى التخزين لازم يبقى عندي مخزون امام ومخزون الامام ده او مخزون الاحتياطي او مخزون الطوارئ بيتم بقى سليب دقيقة جدا علمية ورياضية او بالقيمة المتوقعة وفي ايام او ظروف المخاطرة والتأكد وعدم التأكد هنحتوى او مش هنحتوى ناخده رياضة او مش هناخده يبقى حسب ظروف الوقت بتاع هذا السميسة لكن انتو في الواقع العام لازم هترجعوا للجانب الرياضي ده وتعرفوا يخطبوه ازجاج مش هتشتغل كده يا باقى منصورا في الواقع العام مش هينفع يا ابن الكلام احنا دلوقت حددنا اولويات الاهتمام بعناصر المخزون وكان المعيار الاولاني اجمالي قيمة الاستخدام السميسة مش عايزك تخلط مش عايزين نغلط مش عايزين نخلط بين معيار باريتو النموذج اللي بقى لنا ساعة بندح فيه ونشرحه وبنبقى المعيار اللي هنقولها في دقايق منفاعش باريتو اعتمد على اجمالي قيمة الاستخدام السميسة يعني الفلوس اللي انا بصرفه قيم الاستخدام اللي انا باستخدمه في معيار اخر انا ما قلتش باريتو بيصنف حسب الساعة ولا حسب اهمية الصنف ولا معدل دوران الصنف ابدا انا المعيير اللي هقولها دلوقتي معيير اخرى 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 وانا بصنف عناصر المخزون ما تخلطش في البابلشير سواء او ام سيكيو ما تخلطش في معيار اسمه اقسم وصنف عناصر المخزون حسب السعر حسب السعر يعني ايه هيبقى عندي اصناف مخزون ذات اصعار عالية واصناف مخزون ذات اصعار متوسطة واصناف مخزون ذات اصعار منخفضة نحن كبينهم بالانجليش هاي ميجيان لو يبقى عندنا ثلاث مجموعات يبقى التصنيف حسب السعر يبقى فيه ثلاث مجموعات من عناصر المخزون اصعار عالية اصعار متوسطة اصعار دنيا ومش عايدين شرح احنا عايدين بس التقسيم التقسيم التاني ونخلي بالنا التقسيم التاني مالوش علاقة بباريتو باريتو ده معيار مقائم بذاته وترجمناه رياضي واحصائي وبياني وهندسي واثبتناه انا بقول معيب اخرى اخرى بحدد فيها اولويات الاهتمام بعناصر المخزون عشان رائب المخزون نركز مع بعض التقسيم التاني بقسم حسب اهمية الصنف حسب اهمية الصنف عندي صنف فايتل حيوي خطير جوهاري مقدرش ابدا مجيبوه وفيه عندي صنف ضروري وعندي صنف يعني منخفض القيمة لو نقصى اي صنف منه هقدر اجيبه من سوق المخالي بسرعة جدا مش هما تاني مشكلة فعندي برضو تقسيم ثلاثي انا بقول عشان مش كاد با قدامك تقسيم ثلاثي يعني في السعر في تقسيم ثلاثي مرتفع ومتوسط ومنخفض فيه اهمية الصنف في الانتاج في تقسيم ثلاثي صنف جوهاري بايتل حيوي حياء موض والثاني ضروري والثالث منخفض القيمة يعني عاجي طنف عاجي التقسيم الثالث هيبقى التطنيف حسب قيمة المخزون قيمة المخزون ممكن نقسمه تقسيم ثلاثي هو كمان اصناف اصناف ذات قيم مخزون عالي واصناف ذات قيم مخزون معتجلة واصناف ذات قيم مخزون منخفض يبقى تقسيم ثلاثي يبقى عندي تقسيم ثلاثي في السعر وعندي تقسيم ثلاثي في اهم تكسيم منخفضين الخام mont ٍ جوي وعندي تقسيم ثلاثي بنصناف حسب قيم مخزون الصناف وعندي نوّر اربعه برضو تقصيم ثلاثي حسب موسمية الثلاث وحسب موسمية ثلاثي O تقسيمين فقط. سيزونال واف سيزونال. يعني موسمة وغير موسمة. يعني حسب موسمات الصنف لديك تقسيمات ثلاثية. عندي صنف موسمي بستخدمه في سيزونز معينة. معاسم معينة. لكن اف سيزونال ده مستمر بستخدمه بطول السنة. على طول. التقسيم الخامس حسب صعوبة او سهولة الحصول على الصنف. حسب سهولة او صعوبة الحصول على الصنف. عندي اصناف سكيرل ندرة. وعندي اصناف ديجيتال. سعوب الحصول علىه. وعندي اصناف ايدي سهل الحصول علىه. فعندي تقسيم ثلاثي يبقى حسب صعوبة الحصول على الثامن عندي تقسيم ثلاثي في عندي أصناف ددرة وعندي أصناف صعب الحصول عليها وعندي أصناف سهل الحصول عليها التقسيم السادس التقسيم السادس بيرتبط بمصادر التوليد بيرتبط بمصادر التوليد عندي مصادر التوليد خارجية عندي فرنة عندي سورسز أجنبية وعندي سورسز محلية لوكا بالنسبة للسورسز المحلية عندي مصادر حكومية ومصادر خاصة وفيه كمام دلوقتي مصادر توليد لمتعددة الجنسية حسب التغير في النظام العالمي الجديد عندي تقسيم السابع والأخير بقسم عناصر المخزون حسب معدل دوران الصمس حسب معدل دوران الصمس حسب معدل دوران الصمس عندي ثلاث مجموعات تقسيم ثلاثة بقولهم مش مكتمين بس أنا بشرحها عندي أصناف ذات معدل دوران مرتفعة وعندي أصناف ذات معدل دوران معتدلة وعندي أصناف ذات معدل دوران بطيئة يبقى التقسيم ثلاثي يعني إذا السبع تقسيمات اللي قدامنا كلهم فيهم تقسيم ثلاثي لعناصر المخزون حسب أولوية الاهتمام بعناصر المخزون باستثناء التصنيف الرابع اللي هو حسب الموسمية هو تصنيف ثنائي تصنيف ثنائي تصنيف ثنائي ثنائي يعني عندي أصناف موسمية وأصناف مستمرة على مدار السم دي التقسيمات السبعة الخاصة بتحديد أولويات الاهتمام بعناصر المخزون كل دول من همش علاقة أبدا بالتقسيم الأساتي اللي رأيبنا به واللي ترجمناه رياضي واللي رسمناه بياني وبرهناه واللي بيتعلق بنموذج باريتو التحليل لدار السلاتي وده بيستخدم معيار إجمالي قيم الاستخدام السنوي يعني الأممال والاستثمارات المنفقة في عناصر المخزون بكده يا جماعة يبقى أنا خلصت لكم الجزء الثاني الخاص بالمحاضرة الثانية اللي بيتعلق بتحديد أولويات الاهتمام بعناصر المخزون لكن ده نظام هل عندي نظام أخرى أو عندي نظام أخرى عندي لسه الثلاث نظام هنقولهم مع بعض في المحاضرة دي لكن شرحوهم الرياضي هيبقى في الجزء الثالث من هذا الفصل أنه ده كبير جدا هذا الفصل ورياضياته كتير ومهمة نفسها عندي ثلاث أنظمة لمرأبة المخزون النظام الأولاني منهم بسميه نظام الكمية المحددة للطلب ونظام الكمية المحددة للطلب ده اللي هتناول معاكم بالتفصيل في المحاضرة الثانية وعند نظام الطلب الدولي ده النظام الثاني وعند نظام تخطيط الإحتياجات من المواد حسب الوقت لو في وقت هنشرح نظام الطلب الدولي ونظام تخطيط الإحتياجات من المواد هنشرح ما فيش وقت انت عليك طبعا بعد ما ان شاء الله ربنا ياخد بإيدك تاخد الباكروس لازم هتطلع وتقرأ بالاتفادة والحاجات كلها تعتبعا فيها لأنها مهمة جدا جدا في الواقع بالنسبة للنظام الأولاني اللي قلنا هنتكلم عنه باستفادة اللي هو نظم الكمية المحددة للطلب النظام ده بيهتم بجانبين مهمين جدا ونطبقه عمليا وبنشرح النقطة الأولانية هي كمية الطلب والنقطة التانية نقطة قعادة الطلب كمية الطلب اللي بيحضروا معنا او اللي بيتابعوا الانلاين هيلقونا حددنا الكمية المناسبة للشركة كمية الاقصادية باستخدام المعادلات الجبرية وحددناها بطريقة الجدول الرياضي البياني لكن ما حددناش نقطة قعادة الطلب اللي هو مستوى اللي هو الليفل بتاع ريق وده هنشرحه مع بعض في المحاضرة التامة نظم الطلب الدورية لا نظم الطلب الدورية دي بتركز على نقطة تين غير دول خارج بتركز على اللي تاين اللي هي فترة التوريد وبالتلاف بتركز على الحد الأدنى للمخدون فترة التوريد والحد الأدنى للمخدون احنا هنشرحهم في خريطة مستويات التخصين وهنتكلم في الجد العمل والرياضي المتعلق بهذا الجد تفصيلي قلت في المحاضرة التامة تم بين النظامين دول عندنا اربع انظمة فرعين عندي نظام اسمه سياسة نقطة اعادة الطلب بس الكمية ثابتة واعد رجعها بصفة مستمرة وفي النظام ده كمية الطلب بتبقى محددة منتظمة على طول ونقطة الطلب هنا بتبقى ثابتة النظام الثاني بتنميه نظام الاستكمال الدوري للمخدون يعني كل مخدون يقل دوريا اكمله بكمية ثابتة منتظمة وفي الحالة دي كمية الطلب بتبقى ثابتة ومنتظمة في كل مرة لكن نقطة اعادة الطلب هي التضغط النظام الثالث بتسميه سياسة الاستكمال مش الدوري بقى الاختياري للمخدون حسب مراجعية الدورية للمستويات التخزينة في الحالة دي كمية الطلب بتبقى متغير في كل مرة لكن نقطة اعادة الطلب هي التي تبقى ثابتة كمية الطلب اغيرها ونقطة اعادة الطلب تبقى ثابتة وكلامنا على كمية الطلب ونقطة اعادة الطلب وفاطتة الريد هيبنوا على بشرة خريطة متغيرات التخزينة النظام الفرعي الرابع هي سياسة الاستكمال الدوري للمخدون وهنا الحالتين غير مستقرين ومتغيرين كمية الطلب اللي بكمل بيها هتبقى متغيرة ونقطة اعادة الطلب هتبقى كمان متغيرة لديه تجيل نظامًا ونظام التطلب بين النظامين لديه اربع انظامة فرعية او notorious نقطة الطلب كمية ثابتة كمية ثابتة بمراجعة دورية كمية طلب هتغير ونقطة اعادة الطلب هتطلب اشتركوا في القناة